أيضاً هذه الأنباء أن رئيس البرلمانة سيد محمد الحلبوسي جاء بصفقة مع الجارة إيران المن رضيت المن وقفت مع من كيف ترد؟ الانتخابون عراقين مو إيرانيين الأصوات اللي أجبتها بداخل المجلس النواب 169 يعني عراقين شفت بيهم واحد إيراني أو أحد شاف بيهم واحد إيراني بداخل الجلسة بس قام يصرخون منهم اللي قام يصرخون؟ مراجعة تميمي صرخت أنا جنارك تتحدث أنه عن الأصوات 169 برلمان عراقي من أصل 329 نائب عراقي وحتى المعارضين هم اللي في حينها الانتخابهم ما كانوا معارضين للحلبوسي وإنما كانت تحالفات استفافات يعني كل من اختار مرشحة اختار مرشحة للنزول وفي باب القاعة أول ما كملت الانتخاب بارك للأخ أحمد الفتلاوي والأخ فادي الشمري وكانوا فيه تيار الحكمة نعم يعني ولا زالوا هم الأخوان في تيار الحكمة باركوا لي وعلما أنهم كانوا لهم مرشحة في جبهة أخرى سيد نصار ربوعي بارك لي وقال لي أنت الآن رئيس برلمان العراق وكنا داعمين ومساندين نقطر سطر يعني وراء خمس دقائق وكان المنافس لخالد العبيدي دعم في قاعة الجلسة تسالمنا ما كانت يعني ما قدر أسميه خلافات ولكن كل فريق اختار أن يدعم مرشح من أحدى مرشحي جبهتي ليش هذا التحسس من وجودك في البرلمان من القوى السياسية السنية من ربعك ليش يعني عندك تحالف القرار متحسس من وجودك زي عندك السيد مشعان الجبوري السيد صالح مطلق في تصريح يقول أنا أرى يعني هو مبكر إجيه نحن مو مع عمر السيد الحلبوسي كرئيس البرلمان زي يابا ليش يقول أنا عندنا خبرة زي يقول عندنا خبرة زي عدنا كفاءة زي عدنا تعاملات سابقة سياسية زي عدنا تحالفات عدنا وعدنا وعدنا زي يابا امشوا وراء لا نحن عندنا ملاحظات على أداء كيف ترد زي عامل بما يتعلق منسع صدرك لا طبعا